مع إطلالة شهر رمضان المبارك يستغل بعض الجزارين في أسواق مدينة الرمادي ازدياد طلب الصائمين على اللحوم لرفع أسعارها إلى أرقام كبيرة الأمر الذي دفع الحكومة المحلية لإصدار قرار يقضي بتوحيد التسعيرة ومعاقبة من يخالف تعليماتها صدر قرار بضرورة أن توحد التسعيرة وتكون 10 ألف دينار لسعر الغنم وأيضا البقار حتى يكون على أقل تقدير سعر موحد وسعر مقبول للجميع لكن لأسف شديد هناك بعض ضعف النفوس اللي يعتقدون بأنهم ممكن أن يخرجون عن القانون ممكن أن يفرضون إرادتهم هذا اليوم باشرنا ويوم أمس وقبل أمس باشرنا بعمله تطبيق القانون هذا اليوم تم توقيف اثنين من القصابين في منطقة الخمسة كيلو وكذا الحال فيما يتعلق بالآخرين الجزارون في مدينة الرمادي أكدوا أن هذا القرار لا يصب في مصلحة البسطاء من أبناء هذه المحافظة وأنه سينعكس سلبا وسيتسبب بتردي جودة اللحوم وامتناع باعة المواشي عن بيعها بأسعار مخفضة من سعر اللحم سواء اللحم بأشرة آلاف حلال بعد ما يجي الوقفة قليل في التسعير مالتهم غلط اللحم هو كان ب13 و14 مال الطري سعراب عشر أربعة آلاف رأسة نزل وحد ما يصير القصاب شراحي الطر يا المتردية الكبيرة كبيرة بالعمر يحاول يذبعها لأن من غلات تروح على البيع شرائي البيع شرائي يقول لك يا أخي أنا حلال جاني وعالفة وجايبة من مكان وأعرف وشتة والصيف وهذا أنا ما أقدر أبيعك إذا أبيعك بالبالي النقص الواضح في مفردات البطاقة التموينية وانعدامها في أحيان كثيرة أجبر الفقراء على تحمل جشع بعض التجاري في ظل إهمال الجهات الرقابية لواجباتها في مراقبة الأسواق والسيطرة على معدلات الأسعار فيها من الأنبار باسم الأنباري قناة الفلوجة